اصفرت تسعة اشهر من غارات القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف الدولي اضافة الى السيارات المفخخة والطائرات المسيرة والعبوات الناسفة التي كان يفجرها الجهديون اصفرت عن تزايد مشاكل السماع لدى سكان الموصل نتابع ثم نبدأ النقاش تنتهي فصول الحرب والقتال في العراق لكن من الصعب محو اثارها بسهولة كما هو حال هؤلاء العراقيين في الموصل مراكز صحية ومستشفيات كثيرة تجدها كيفما تنقلت في احياء الموصل تعج بالمراجعين والسبب هنا الاضطرابات في السمع والله قاعدين احنا بالبيت مش طويلها وانا رات علينا ثلاثها وانا توقع على البيت مانا وانا توقع على البيت مانا اسمع لي راح بعد ما اسمع ماذا اكلو كنت لك اتعالج وفوق هذا سملك الطيارات هم تضرب الطيارات وهذا وكلش ما اسمع من الصعب احصاء اعداد من تضرر سمعهم او يعانون من الصم الكامل في الموصل نتيجة القصف والتفجيرات كل الشواهد تدل على ذلك عدد المراجعين اكثر من الفين شخص واغلبهم هذوله اما نتيجة الظروف اللي صارت من الانفجارات والاصوات العالية اللي صارت نسميه الاكوستيك ترومة وطبعا نحن وزعناهم كل من يعني سماعة واحدة معينة سمعية على تخطيط السمع اللي هو يكون نساء نجريء لهم هذا الطالب العراقي حلفه الحظ ولم يخسر حياته بعبوة ناسفة او بقصف جوي اثناء محاولة الجيش العراقي التخلص من مقاتلي تنظيم الدولة غير ان تضرر اذان محمد نتيجة الاوضاع يعقد حياته على يعود الهدوء الى الموصل يطوي ابناؤها صفحة قاسية برت عليهم صفحة افقدتهم الكثير وجعلت الموصل مدينة منكوبة صحيا وانسانيا وللاضاءة على هذه المأساة الانسانية ينضم الينا من بغداد الدكتور حر عامر سلمان رئيس اللجنة الطبية في منظمة داري مساء الخير دكتور حر واهلا بك وطبعا مشكورين على جهودكم في هذه المنظمة بالتأكيد الكثير من الجهود تبدل في سبيل طبعا حماية المصابين في الحروب في منطقتكم أود أن أبدأ معك بسؤال هل كان من الممكن تفادي الأضرار التي لحقت بطبعا حاسة سمع الآلاف في الموصل خاصة أن التقارير تفيد بأن المئات تعرضوا لنزيف حاد ولم يتمكنوا من الذهاب إلى المستشفيات لعلاج هذا النزيف صحيح مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين أحب أن أفصل الحالة التي تخص اضطرابات السمع إلى قسمين القسم الأول هو صار أثناء النزاعات أو أثناء الحرب والقسم الثاني ما بعد النزاع أو ما بعد الحرب طبعا نحن لا نستطيع أن نتفادي هذا الشيء لأن أصوات القذائف، أصوات الطائرات، أصوات الصواريخ، والمتفجرات، وغيرها، هذا شيء طارئ، أما ما بعدها، ممكن أن نستطيع أن نتلافع بالنسبة لحاسة السمع، أغلب الأطفال التي فقدوها أثناء الحالات الطارئة، كانت نتيجة صدمة، خصوصا عند الأطفال، أما البالغين ممكن يقدر يتعامل مع هذه الصدمة، ممكن يتوقع من هذه الصدمة، أما الأطفال تتحدث هنا عن صدمة نفسية، أم صدمة لها علاقة بالسمع؟ صدمة سمعية إضافة إلى الصدمة النفسية صدمة السمع، أصوات الأطلاقات النارية القريبة، وأصوات الصواريخ، وأصوات المتفجرات، ممكن تضر طبلة الإذن، ممكن تسبب نزيف داخلي ممكن تسبب تمزق في غشاء طبلة الإذن، ممكن تسبب اضطرابات، وكون أنه العصب السمعي هو مقسوم إلى قسمين، هو السمع وإلى التوازن، فيصبح عندهم مشاكل توازن أيضا، إضافة إلى مشاكل السمعية كذلك بأشاكل الصدمة، الصدمة النفسية، ممكن أنه تخلي الأطفال يفقدون مهارات التواصل، فيصير عندهم إعاقة بالسمع وبالنطق أيضا، يحتاجون إلى علاج سلوكي، يحتاجون إلى علاج مطول دكتور، منظمة داري، وأنت مديرها أو رئيسها، هل أيضا تعنى بالجوانب النفسية لمن أصابتهم هذه الصدمات جراء الحروب، أم فقط تعنى بالجوانب الصحية الجسدية؟ نعم سيدتي، منظمة داري الإنسانية ليست فقط للصحة، وإنما للإغاثة أيضا، أغثنا الكثير من الحالات التي تعرضت إلى صدمة النزاعات والحروب في الموصل لدينا وحدات صحة نفسية تحت تمويل منظمة الصحة العالمية WHO في الموصل، في حمام العليل وفي الجدعة نقدم الدعم النفسي والمجتمعي، ولدينا أطباء متخصصين في الصحة النفسية، ونحن من المنظمات القليلة التي لديها علاج سلوكي إضافة إلى علاج سريري يعني تتوفر لدينا الأدوية إضافة إلى العلاج السلوكي، هذا يقوم به طبيب أخصائي نفسية وباحث نفسي، وكذلك بمساعدة الأدوية عادة ما تحتاج هذه الحالات إلى متابعة هنا النقطة المهمة أن هذه الحالات ليست هي كباقي الحالات الصحية والأمراض الأخرى يأتي المريض إلى الطبيب يقوم بالاستشارة والكشف عن المرض ويصف له العلاج وينتهي الموضوع هذه الحالات حقيقة تحتاج إلى متابعة قد تصل إلى ستة أشهر وربما سنة وخصوصا الناجين من هذه الصدمات وما بعد الصدمة، يعني اضطرابات التوتر ما بعد الصدمة الكثير من الحالات حقيقة مصابون بالذهان وأمراض بطيفها تشبه أمراض التوحد عند الأطفال يضربون عن الكلام، يضربون عن السمع، يضربون عن كل شيء، يعني ينعزلون عن المجتمع حقيقة ساعدنا الكثير من الحالات في الشهر السابع الماضي حقيقة أنقذنا وردنا إلى عياداتنا في حمام العليل للصحة النفسية 11 حالة محاولة انتحار تم إنقاذ منها 9 ما هي أعمار التي تغلب على من حاولوا الانتحار؟ الذين يحاولوا الانتحار بين 16 سنة وال42 سنة، بين 16 وال42 سنة هذه الأعمار التي يقومون حقيقة بعد الداعش مريض الذين حاولوا الانتحار جاءنا أيضا تقريبا سبع حالات أخرى لكن لم نستطيع أسعافهم للأسف، أغلبهم يلجأون إلى التخلص من وضعهم الصعب الصعب، الوضع النفسي والوضع المادي حقيقة أغلبهم حالات حرق، حروق كانت نعم والحمد لله لدينا في مستشفى حمام العليل الميداني وحدة للحروق الوحيدة في الموصل قبل أن تتفتح وحدة جديدة المركز الوحيد في الموصل هو لدينا نعم، لنعود فقط لمشكلة السمع لدي أيضا كم سؤال طبعا أنتم افتتحت مركز استقبال مجاني لمشاكل السمع أيضا تحديدا ما نسبة احتمال الشفاء خاصة وأن قرأت أن زراعة قوقعة الأذن الإلكترونية غير متوفرة في الموصل وأنه حاليا يقتصر وجوده وتوفره على بغداد العاصمة نعم، صحيح في مستشفى الجمهوري الذي كان أصلا مستشفى ميداني مستشفى العذبة الميدانية الذي أيضا تديره منظمة داري لدينا استشارية تخاطب وسمع هذه الاستشارية يزورها ما يقارب الألفين شخص طبعا نسبة الشفاء تعتمد على شدة الحالة بعض الحالات البسيطة والتي تضررت جراء النزاعات يمكن شفاؤها ويمكن متابعتها ما إذا كان الضرر في العصب نفسه فنسبة شفاءها ضئيلة جدا ويحتاج إلى معونات سمعية كزرع القوقعة طبعا في الموصل للأسف لا توجد زراعة قوقعة الكتروني لكن في بغداد موجود في مدينة الطب بالتحديد هل تتعاقدون مع مشفى في بعض المشافي في بغداد نعم في بغداد لدينا عيادة طبية مجانية تقوم بمساعدة الفقراء والنازحين من كل مكان في العراق لكن لدينا تنسيق مفرد يعني منفرد يعني الحالة التي تجينا للعيادة في بغداد ممكن أن نسق لهم في بغداد نسق لهم الفحوصات الطبية نسق لهم وتسهيل تجراء العمليات وإجراء الفحوصات الأخرى لا يوجد تنسيق مباشر وإنما تنسيق بسيط يعني مفرد بالنسبة لهذه الحالات لزراعة القوقعة وباقي الحالات نعم دكتور حر أرجو أن تبقى معنا نذهب الآن إلى الزميلة رانيال دريدي وتفاصيل أكثر عن أثار الحرب الجسدية على مواطني الموصل في 29 حزيران عام 2017 صمتت المدافع وتوقف القصف في حرب الموصل بعد أكثر من تسعة أشهر من المعارك الطاحنة لتعلن الحكومة العراقية انتهاء المعارك وتحرير المدينة من تنظيم الدولة عماني مرة تراجعت خلالهما فرحة التحرير وبقيت محنة المدينة ومآسيها وما لحق بها من دمار مثلا في يوميات من تبقى من سكانها ماذا تبقى في المدينة؟ هكذا يسأل سكانها أو من عاد من النازحين إليها فالحصيلة مرعبة والدمار واسع الجانب الأكثر قصوة فيما لحق بالموصل هو أعداد المصابين من سكانها ممن تحولت حياتهم إلى كبوس بسبب صعوبة أوضاعهم وتخلي الحكومة عنهم تقدر أعداد من تعرضوا لإصابات مختلفة في محافظة نينوى ومركزها الموصل بنحو 23 ألفا ما بين أطفال ونساء ورجالة تنوعت بين فقدان للأطراف وفقدان للسمعة وغيرها من الإعاقات وتقول إحصائيات الرسمية أن الحرب على تنظيم الدولة في مدينة الموصل خلفت ما لا يقل عن خمسة ألاف شخص من من فقدوا أطرافهم من جراء الحرب بينهم عشرات الأطفال منظمة الصليب الأحمر الدولي في الموصل تقول أن أعداد المصابين المسجلين في الورشة التابعة لها لصناعة الأطراف يقدر بنحو 850 وأن الأعداد في ازدياد مشيرة إلى أن 70% من الحالات المسجلة هي نتيجة الحرب على تنظيم الدولة وأن 30% هي نتيجة إصابات سابقة ويقول الطاقم الطبي العامل في هذه الورشة أن المنظمة زودت 600 من فاقد الأطراف بنينوى بالأطراف الصناعية اللازمة لمساعدتهم على الحركة وتدبر شؤون حياتهم وأن هناك مئات آخرين ما زالوا ينتظرون دورهم ويشكو الطاقم الطبي في الموصل من أن المدينة ما تزال تفتقر للمستشفيات ومراكز العلاج التخصصية إذ أن أغلب المستشفيات دمر خلال الحرب كما أن الأموال التي تم جمعها على شكل تبرعات من داخل العراق وخارجه لا تكفي لسد الحاجة هذا جانب متأخر من الفاتورة التي دفعتها الموصل فأعداد القتلى خلال الحرب قدرتها بعض المصادر بما يصل إلى 11 ألف مدنية كما يرب عدد من تركوا منازلهم هاربا من المعارك على المليون شخصة شكرا للزميلة رانيا إذن دكتور حر أود أن أسألك منظمة دارئ الإنسانية طبعا لا حكومية ووجدت بسبب ربما الفراغ الذي خلفته مؤسسات الدولة والتقصير لدى الجهات المعنية بهذا الموضوع ومواضيع أخرى طبعا وأنتم تجمعون التبرعات من المقتدرين ومن الأعضاء أيضا أين هي الحكومة من كل هذا؟ من كل ما يحصل؟ وخاصة أن الأرقام مرعبة ألف سرير فقط لقرابة مليوني شخص في الموسى الوحدة نعم منظمة دارئ الإنسانية هي منظمة محلية غير ربحية نحن نقوم بجمع التبرعات ورسوم الاشتراك من الأعضاء وكذلك لدينا عقود شراكة مع منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة صندوق دعم السكان ومنظمة اليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية التي لديها مشاريع إنسانية في العراق حقيقة الأزمة كبيرة والأعداد هائلة والدور الحكومي جدا محدود خصوصا في بداية الأزمة في الأنبار وفي الموصل الخدمات الصحية لو لا المنظمات الدولية والمنظمات المحلية الموجودة في العراق لما كانت الحكومة قادرة على أن توفر هذا الدعم والإغاثة في الحالات الطارئة أما بعد مرحلة الطارئة باعتبار أن الوضع استقار إذا كنا نتكلم عن الوضع الإنساني والإغاثي بالعراق يعتبر العراق خروج من الوضع الطارئ إلى الوضع الآمن فالمفروض أن الحكومة تتسلم مهام أكثر تتسلم مشاريع أكثر المنظمات الدولية تبدأ بعملية الانسحاب من مشاريع الصحة إلى مشاريع التطوير والتدريب والتوعية لعامة الناس وتسلم مشاريعها إلى الصحة هناك الكثير من المراكز الصحية وهناك من المستشفيات الميدانية التي تم إنشاؤها سوف تسلمها إلى دوائر الصحة إلى وزارة الصحة والتي هي من مسؤوليتها إدارة هذه المؤسسات كون إعادة الإعمار لم تبدأ لحد الآن بصورة واضحة أنت تقول أن المؤسسات الرسمية الحكومية بما معناها لا تتحمل مسؤولية هذا التقصير هي غير قادرة فقط هي أكيد تتحمل مسؤولية كبيرة كون هناك مسؤولية مرتبطة بإعادة التأهيل وإعادة الإعمار هناك الكثير من المراكز الصحية والمستشفيات المهدمة تماما يجب أن يكون هناك إعادة إعمار يجب أن يكون ترميم للمؤسسات التي لكن للأسف غير موجود مما اضطر المنظمات الدولية والمحلية إلى إنشاء مواقع بديلة لكنها بالطبع ليست كالمواقع الأصيلة والثابتة التي كانت تشتغل في هذه المناطق على سبيل المثال هناك مراكز صحية في المصر وفي الأنبار محطمة عملنا مشاريع جديدة بنظام الكارفانات بجانب المركز الصحي البديل هذا يحتاج إلى مسؤولية وزارة الصحة ودوائر الصحة بتحفيز إعادة الإعمار وتشغيل المراكز التي تحتاج إلى ترميم فقط وهناك أيضا قلة في الكوادر الصحية في الموصل خصوصا لدينا مشاريع كثيرة نعاني بوجود كوادر وخصوصا كوادر التي تخص التأهيل النفسي والتأهيل الغدني والأطراف الصناعية رئيس العجنة الطبية في منظمة داري كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك وتنضم إلينا من أربيل سيدة حنان محمد والدة الطفل المتضرر من شضايا الحرب في الموصل مساء الخير سيدة حنان وأهلا بك لو تحكي لنا شوي عن ظروف التضرر طفلك الله يخلي لك في الموصل متى حصل ذلك وكيف؟ والله حبيبتي وقت التحرير الموصل نحن جنا بجانب الأيمن جنا مأجرين بيت وساكنين هناك ابني أنا مطلقة عندي هذا الطفل جانا ما عرف من الدواعيش ما عرف من القوات يعني جانا صاروخ بالبيت أمي ماتت أخوي مات بنت أخوي ماتت أنا انضرابة انطعنت ابني هذا أيده أسه معوقه بطنه أسه عينة شالين من الكبد يعني ما حد يعني سوى علينا ولا حد قال شنو هالطفل التضرر نعم بالتأكيد هذه المأسات كبيرة سيدة حنان طبعا البقية بحياتك ويخلي لك ابنك ويخليك فؤراسه أيضا هل هناك أي اهتمام للأسف يعني هلأ كنا عم نحكي في تقصير حكومي كبير بالتأكيد لكن كيف تدبرت أمرك مع ابنك وهل في أي اهتمام من أي جهة كانت في الموصل لا والله ماكوش من أي جهة من الموصل والله دبرت نفسي يعني أشتغل منظمة راتبي ثلاث ورقات كل ما أستلم أروح أطبي بابني هذا الشيء نعم طبعا أنت اليوم في أربيل وليس في الموصل كنا عم نتحدث مع الدكتور حر عامر سلمان وهو رئيس اللجنة الطبية في منظمة داري يعني منظمة داري هي منظمة غير حكومية وتعمل على أيضا ليس فقط العلاج وإنه ليس العلاج الجسدي فقط وإنما العلاج النفسي أيضا ما في أي منظمة شبيهة ممكن أن تحتضن ضحايا طبعا الحرب في منطقتكم أبو أربيل نعم أبو أربيل تكفلته منظمة قنديل سواله عملية شاله وتر من رجله خلوا بيده بس عمليته ما نجحت نعم بس فقط نعم هل في احتمال عملية أخرى نفسيا كيف ابنك نفسيا عم بيتقبل الحادث طبعا المأساوي والمؤسف اللي حدث معه هل هل استوعب نفسيا هذه الكارثة والله حبيبتي حاليا لا والله نفسيا ولادي عندي أربع طفال آني آني ساكنة آني وأربع طفال ولادي بأربيل يعني ولادي ذلك هم من عندهم حالة نفسية صارت من الضربة وكون معتوا جدامهم أهلي واني ضربت انطعنت آني لحد الآن آني مخطرة بالموت يقولوا عندي شضية برقبتي يقول لو تموتين لو تسقطين يعني أنا بالنسبة لي أنا ما أقدر حتى سوي عملية ليا وهذا يبني هميني مصاب معوق يعني ما أعرف شا سوي آني نعم سلامتك سيدة حنان أرجو أن تبقي معنا سألنا بعض المواطنين في العراق عن كيفية الاهتمام بالمصابين الذين فقدوا بصرهم وسمعهم من جراء الحروب لنتابع إجاباتهم ثم نعود بيام المعارك أنه لما تنسح بالجيوش لازم يسولها عادة تنظيم فلازم ننتبت إلى هاي الناس اللي ضحت بدماءها أو فقدت سمعها أو بصرها أو كذا أو عاها جسدية مستديمة أكو حلول وأكو إذا ما كانت متوفرة عندنا هاي الحلول والآليات متوفرة بألمانيا وبغير دول يجب عن الدولة أن توديهم للخارج لأجل العلاج ويصحون إن شاء الله بالخير والسلامة يعني أثر هذا هذا الحروب اللي صارت بهالبلد هذا أثرت يعني أكو ناسة هواية بالأخص يعني محافظة الموصل أكو ناسة هواية تأذت يعني اللي فقد السمع اللي اللي يتعوق بهالحروب بالمفروض يعني الدولة يعني تنظر لهذا الموضوع هذه الشريحة تأذت أذية تامة وحاليا مهمشة من قبل الدولة فيجب على المسؤولين الدولة الاهتمام في هكذا شريحة سيدة حنان قبل أن أختم مع حضرتك يعني الهوى لك فأي رسالة بتوجهها لأي منظمات دولية أو حكومية اليوم شو اللي بتنتظري بوضعك الحالي والله أنتظر يعني من المنظمات الدولية والغير يعني أنتظري إذا حقون علينا على هالطفل هذا ابني تدمرت حياته يعني حتب المدرسة ما يقدر الصف الأول يروح يكتلون أطفال ما يعرف لا يعرف يكتب اليمين لا شيء تعوقت يعني انظروا لنساعدون شيء هذا لأطلب منهم نعم إذن سيدة حنان محمد والدة الطفل المتضرر من شضايا الحرب في الموصل كنت معنا من أربيل يعني نتمنى طبعا لك الشفاء ولابنك الشفاء ونتمنى لكم كل خير ترجمة نانسي هني شكرا